مرحبا بكم في قناة مستر احمد برماوي اللغة انجليزية قناة اللغة انجليزية معها ابتدائية والعددية والسنوية بس ما تنساش تشترك القناة تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب وتسيب تعليقك شكرا now in this video i'm going to talk about a revision on unit 1 second year secondary let's begin with the new vocab covid covid-19 طبعا covid-19 يخسر كلمة كورونا يخسر كلمة disease 19 طبعا يعني 2019 اللي هو فيروس كورونا المستدد 2019 perform يؤدي النوم منها performance performance معناها اداء react to react to or respond to معناه يستيب الى او يتفاعل معه reaction النوم منها طبعا من react reaction معناه رد الفعل او تصرف muscles 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 عضلات severe severe معناه قاسي او شديد او عنيف technique technique اسلوب او تقنية immune 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 معناها مناعة infect the other verb معناه يعدي infection 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 طبعا ناول معناه عدوى infectious 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 معناها معدي the adjective صفة heart health heart health heart health اللي هي صحة القلب gloves 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 اللي هو قفاز او جوانتي encourage encourage اللي معناها يشلع bleed 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 اللي معناها ينزف bleed 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 immediately immediately عارفين immediately اللي معناها في الحال او فورا emergency 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 اللي معناها طوارق cough 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 اللي معناها كحة او يكح instructions instructions اللي هي تعليمات looked looked طبعا look معناها يقفل او افل لما قول looked معناها مغلق بالقفل operation operation عارفين operate as a verb معناها يدير عملية و operation عملية جراحية boost المعناها يدعم او يعزز منزل support معناها يدعم bandage 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 معناها ضماضة او غيار او يفاف للجرحة injured injured المعناها اصابة injury injury المعناها النون بقى اصابة breathe 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 معناها يتنفس لو شلنا اللي قولنا breath تبقى الاسم معناها تنفس ناوز the language notes مع وظائف اللغوية the difference between lie lie and delay عارفين lie lie light دي as a verb معناها يجذب وابتخذ light ويجذب على ولما اقول لا يباوت يعني يجذب بخصوص لكن lie لين دي يرقد او يستلقي او يتجع في بقى لي ليد ليد دي طبيب للحيوانات او يعد او يجهز prepare يعد او يجهز للمائدة للاكله هكذا هادي اكزامبل اكزامبل نامران بقول she lie to here fine هي كتبت على خطبها about here age بخصوص سنها بشوفت lie to about he lay on the beach واستلقى على الشاطئ to have sun bath عشان ياخد sun bath اللي هو ايه حمام شمس برضو what is the difference between make and cause ايضا between let and allow يعرفين make و cause معنى يجعل او يسبب بيجوا وراهم الاختلاك بينهم كذلك نفس الفرق بين let وبين let make و let بيجوا وراهم object ثم infinitive with the to مصدر بين two أما cause and allow بيجوا وراها object مقاول to infinitive to 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 مصدر for example he made me cook the meal لاحظ ادي made وراها me المقاول cook أو he let me cook زميل يبقى اللي كنين خدوا cook هو infinitive مصدر نعم لو شفنا في the second example he caused he caused me أو he allowed me خدنا hit ولا to hit to hit هنا to infinitive هنا بقى make ولت تهي وراها infinitive without to نقول نأوذ the reference between breathe نعرفين breathe as a verb كفالة معناها التنفس breath هذا نأوذ معناه نفس أو التنفس breathless المعنى عن مقطوع النفس أو يلهز why are you breathless بقولك أنت ليه نفسك معطوة relax and take your breath ارتاح واخذ نفسك اثناء اثناء صبته بعدوى كورونا بيروس لا يستطيع التنفس هنا اذا بيربي طبعا اندوز باوته ضيق على شك ان يموت اختياري اختياري على الفوكابلري نمبر ايه ظهارة القلب is the which bumbus blood around the body اتوبعه cell, organ, virus or member طبعا سهلة خالص اذا اقول طبعا ان الضهارة is the organ هو العضو ذات bumbus blood اللي بيدخ الدم around the body نمبر ايه he suffers from a severe wake in the heart وبيعاني من severe wake in the heart معناه ضعف شديد في الهارد heart step system muscle ليف واضحة طبعا heart muscle عدلة القلب number is bad and sneezing اللي هو العقص يعني or a clear sign علامة واضحة of catch and cold ان انت مصاب ببرد يبقى bad cough coffee, sigh, cave هتبقى بيتكف الكحة الشديدة مع sneezing العدسي ده اللي عندك but about his real identity identity يعني هوية as he isn't famous as he said لانه ليس مشهور لايته لايته يجذب على شخص لايباوت يجذب بسبب بخصوص سنه لانه ليس مشهور use this exit استخدم هذا المخرج in case of pleasure emergency allowance guidance سهلة خالص يبقى استخدم هذا المخرج في حالة emergency الطوارئ number six i feel a great pain بشعر بألم شديد in my so i have to see a doctor in my chest chest chain طبعا in my chest في صدري بشعر بألم شديد في صدري number seven his encouragement his encouragement تشديعه has given me أعطاني air to achieve my dream I suppose إيبقى a boost a boost a boost a boost a boost طبعا هتوب بأبوست رول أعطاني دفع أعطاني دعم أعطاني دعم number eight how the weather was yesterday قدية الطقس كان مبارح in our town that i wore two jackets دارت البست إيه با كان بردي جديد في مبارح دارتنانا البست إيه بسفير قدية كان سفير شديد الطقس كان شديد مبارح عشان كده البست إيه two jackets is the synonym of normal عايز مراضي في كلمة normal طبيعي هل insane irrational odd او ordinary واضح طبعا ordinary معنى عادي او طبيعي number ten space is the synonym of encourage عايز عكس كلمة encourage هل هي اذا احنا شايفين هل هي support ولا post لما عندنا اتنين معناهم يؤيد او يدعم ولا dismiss يطرد ولا discourage طبعا واضح معناها يصبت من عزيمة number eleven you need to put a on this wound محتاج تحطيها على اليرح or it will be infected ولا سيلوس هل محتاج باندج ضماضة ولا بانكيك ولا باندا ولا بانر طبعا واضحة خالص ضم باندج اللي معنى غير لليرح او ضماضة number twelve the system is the shield هو shield يعني الدرع against الدرع الواقع against viral infections ضد العدوى الفيروسية هل ديجستيف ولا اميون ولا امورال ولا امرجانسي واضحة immune system اللي هو جهاز المناعة number thirteen covid-19 is an disease covid-19 هل هو infected infected infectious or infection طبعا واضح infectious disease لانها adjective لكلمة disease مرض يعني مرض معتم number fourteen the ambulance the ambulance took they to hospital healthy injured courageous or mean طبعا واضح انجرد to hospital the injured يعني المصاب الى المستشفى number thirteen never to my email عمرها never respond to my email responded to يعني يرد على او استجيب لي او reply to برضو number fifteen what do you like about here on the stage اللي عجبت فيه perform performance performed performance واضح performance اللي عجبك في اداءها on the stage اللي يجي على خشبة المسرح number seventeen the coach failed المدرب فشل as his are old fashioned muscles techniques expert breathing واضح طبعا his techniques طريقته او التقنية في اللعب young people need some and accept any job محتدي الشاب عشان يقبل اي وظيفة محتاج boldness وقاحة ومجاحة بولايتنس عدم ادب resilience or reaction طبعا محتاج resilience وكلمة resilience دي معناها resilience معناها مرونة بتسوي flexibility محتاج مرونة عشان يقبل اي حاجة يعني مش شرطة ده مكتب we are in need of نحن في حاجة الى follow نتبع to avoid COVID-19 ليه تجنب COVID-19 محتاجين destruction تدمير instruction تعليمات ولا structure بناء تحتية طبعا لازم نتبع التوجيهات او التعليمات number 20 every citizen كل مواطن فينا has a towards his country or their country تجاه مجتمعه طبعا عنده duty واجب تجاه مجتمعه من الدروس المهمة جدا جراما لنهاردة هو making deduction وعرفين making deduction عمل استنتاج لما الدروس التي طلبها تقريبها وابنيةها سهلة جدا يعني deduction استنتاج يعني بس انتنا مكتن معلومة دون ممكن يكون متأكد منها ممكن ليس متأكد حسنا أول شيء يسمى must be must and infinitive بالمعنى بالتأكيد وهذه معناه I am sure I am certain he is عندما قلت can't be can't be infinitive بمصدر أي هل أنه يتبعني؟ هل أنه يفعل هذا الشيء ؟ هل لديها ساسمها Maybe ممكن I am not sure I am not certain Or I am uncertain فيه Might be ربما هل فيه Might be معناها ربما لكن هل أن أضعف من May ومانا I am not very sure أو I am very unsure غير متأكد He is أما البسط في كل اللي فات بنحط دايما هاف وباست بارتسبل يعني مست بي الماضي منها مست هاف بين أو مست هاف وباست ايه بارتسبل ودي معناه I am sure برضو بس he was أو he did لكن لم أقول can't have been أو can't have باست بارتسبل دايما ماضي من can't be اللي معناه برضو I am sure he wasn't أو he didn't may be خدناها فوق الماضي منها ايه may have been دي برضو معناه I am not very sure he was أو he did لما أقول بقى might have وباست ماضي من might be ماضي منها might have وباست بارتسبل لانشو ايه بارتسبل باقول he passed his driving test أو التازي اختار اسواء this must have made him happy أكيد ساعة ما نجح كان سعيدي بنشد ومتعكدي بقول ايه معناه I am sure he was very happy متأكد من كان سعيد my father must have walked to work أبويا اكيد راح الشغل ماشي I am sure انا متأكد معناه ايه معناه بكون مالسم because his car was in the garage لان عربية كانت في الجراش يبقى مصد هابوك اكيد راح ماشي he doesn't speak Arabic he can't be Egyptian ما بتكلمش عربي بمش ممكن يكون مصري عنها I am sure he isn't Egyptian بقول he might have gone abroad I am not sure I am not sure غير متأكد خالص I don't know I am not sure or I have no idea I am not no idea فهنا في حصه اسمها كوكوكها وبسبب بي بتسعي ميط بي كوكها وبين بتسعي ميط بي لكن لما اقول كوكها وبور دور لها استغلاب ثاني بالتعبير عن الشيء كان ممكن يحدث ولكنه لم يحدث في الماضي كيف؟ كوكاكوك كان ممكن يأخذ عربيتي وكوك سأخذ عربية في الماضي أحمد ووز أبروت أحمد كامل الخارج He couldn't have killed the man معناها أي مشهور He didn't killed the man طبعا هنا استنتاج بردو إيه لما أقول He couldn't have written the letter مش ممكن يكون هو اللي كده بخطاب He is illiterate لأن شخص شخص بعض الملاحظات على الددكشن الاستنتاج لو شفنا مع بعض تستخدم may أو might بنفس المعنى غير متأكد ولكن نلاحظ نستخدم may في وجود الكلمات اللي أقولها It is probable أو It is likely اللي معناها هم من المحتمل لما يقول لك I am not sure أو يقول لك It is uncertain أو يقول لك perhaps دي باستخدم فيهم may طب المال might هم مستردعا نحن قلنا ميت تحلي محل ميت وميت تحلي محل ميت لكن لو الاختيار يفيهم الاثنين نميزهم بالطريقة دي لو لقيت I don't know لو لقيت It's possible لو لقيت I am not very sure فبالك very sure It is very uncertain غير متأكد خالص أو لقيت I have no idea ما عنديش فكرة يبا هنا أنا بستنتي بدون معلومة يبا احتمال ضعوي جدا باستخدم might ولو موالي might have and past ايه برتسبل حالية بعد كلا لحاسمها should be وت وب عارفين should والمصدر بتسوي وت والمصدر بتسوي had better وكلهم عارفين بنستخدمهم للتعبير عن النصيحة في المدارة انما في حاسمها should have and past participle اللي بتسوي وتو have and past participle اللي معناها كان من المفروض يعلم اوز عمل اللي بلايمينج لوم هو عاوز طبعا أندم على عمل شي تشوف الاكزامبل كده it is probable he is ill من المحتمل ان هو يكون مريض طرام الجملة فائد it is probable he is ill it is probable he is ill استخدم he may be ill وممكن might be ill اوكي بس لو دوم اللي اتنين في الاختيار اخد عشان probable اخد he may it is very uncertain very uncertain غير متأكد تماما that thief escaped انه يصي هرب he may have escaped احتمال يكون هرب استخدمتنا may have escaped عشان قال لك very uncertain طب تنفع Mr.Might طبعا تنفع ميت بس للوم اللي اتنين اخد ميت افضل she might have got married احتمال تكون اتدوازت I don't know بطي يدونتو لكن ما اعرف شي طبعا ما اعرف شي يبقى اخد عالتنا might have و بصتي بغيرت ز benzodia بقول رانا may have graduated رانا احتمال تكون تخرجت في الماضي بطي heave none idea ما عنديش فكهة بس انتج برضو بدون معلومة it is possible that virus korona بنا نقلع منه ان شاء الله was invented احتمال يكون virus korona دي مخترع يبقى it is likely that I lost my keys احتمال اكون ضيعت مفاتيحي يبقى I might have lost my keys انفع ميت ولا مي لا طبعا مي افضل I might have lost my keys بس لو في الاختران فيش مي باخد ميت No one knows he is a British محدش يعرف انه بريطاني يبقى قول طبعا مالي No one knows يبقى he might be British او may be British This building might have been built انا مابني المجهول بقى في الماضي Might have been وتصريف ثالث المابدل يحتمال يكون built in 2010 It's very uncertain يبقى شيء very uncertain غير مؤكد خاص هنشوف بقى some choices بعد الاختياري على ال deductions Choose the correct answer from A, B, C or D I don't know where is where my bag is مش عارفش نبقى فين طالما يدوم لك I don't know عندك might عندك can't عندك should عندك can How I might have left on the train احتمال لكم منزلتها في القطر محمد 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 ماخدش معان مفاتيح يبقى he have seen them يبقى he can't have seen them اكيد ما شوفهمش هنم بتاكنه وشوفهمش عشان سوفهم I have just seen علي at the club انا ليسا شايف علي في النادي حالا he be at home طبعا he can't be at home مش ممكن يكون في البيت this is not Ahmed the house ده مش بيت احمد you be mistaken طبعا you must be mistaken اكيد انت مختلف عشان قال لي همشور this isn't Ahmed house طالما قال لي همشور ام متأكد يبقى ده مش منزل احمد tell me why he didn't wave back to me قول لي ليه مش اوريش he seen me طبعا يبقى he can't have seen me مش ممكن يكون شافني ما متأكد ما شافنيش they have just told him of his success هم لسا عالينه على نجاحه يبقى he be sad طبعا مش ممكن كنز علان واحد ناجح يبقى can't be sad I'm not sure what is he doing انا مش متأكد اللي بعمله يبقى he be watching tv يبقى طالما قال لك I'm not sure يبقى هؤول he may be watching tv طب لو ما فيش may اخد مارد it is moving by itself انها بتتحرك بنفسها يبقى it be a rock طبعا can't be a rock في حاجة بتتحرك لعدها لا طبعا مش ممكن تكون حاجرة او طوبة هتتحرك لوحدها he is smiling هو بتسم he be happy وراجب يبقى he must be happy no one knows where he is محدش عارفوا فين يبقى he have been at work طبعا ما قال لي no one knows يبقى he might have been at work number 11 I find my dictionary I can't find my dictionary مش طبعا القموز بتاعي فاطمة have been at it يبقى وليه يبقى هقول فاطمة might have been at it تحت مال تكون استلفته the thief have entered through the window اللص دخل من الشباك ده as it is barred our friend bar يعني قضيب من الحديد barred يعني لخطبان حديد يبقى مش ممكن يكون دخل من الشباك ده يبقى ناخد bravo letter c can't have entered he looks happy هو يبدو سعيد هو دروقات سعيد يبقى he طبعا he must have succeeded ينفع الاولى لا ما ينتهاش هو دروقات سعيد يبقى نجح من شوية في الماضي يبقى must have succeeded letter c رغم ان الجملة looks مدارة his keys are on the table مفاتوح موجوده على الترابيزة he have left by car هو مش بعربي يبقى مش ممكن نفتحها الترابيزة يبقى اكيد ما رحش بعربي يبقى he can't have left by car why did you come walking ولك اللي جابك ماشي you come by toktuk ما قلت اخد لك toktuk يبقى هو جاهب تكتك ما جايش بتكتك يبقى he could have come by toktuk كان ممكن يجي بالتكتك لكنه ما جايش بتكتك he hungry there is no food left in the fridge مفيش اكلة في التلاجة يبقى he must have been hungry ولا مست بي دلوقتي لا انا عايز اقول must have been hungry احتمال يكون كلمة ده he have bought this car it cost him too much اشتري عربية ده مستعماليا يبقى كلفات كتير يبقى he shouldn't have bought this car ما كانش مفروض يشتري هذير السيارة this number is possibly wrong بالرحم ده احتمال يكون خطأ يبقى هو طبعا it might be wrong اشكركم جزيلا ارجو يكون استفدتم وارجو المشاركة على القناة الاشتراك في القناة وعمل سبسكرايب وطبعا ضرب الجرس واشكركم مع تحيات مستر احمد البرمج